من الأخبار لحصلت مبارح للأخبار المنتظر حدثها اليوم النهاردة سيتم إطلاق معرض القاهرة الدولي لكتاب بدورته الثلاثة وخمسين وحيستمر حتى سبعة فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل هذا النهاردة تم تعطيل العمل في جميع المصالح الحكومية في محافظة الأسكندرية بسبب وجه التقس السيء أيضا تعطيل المدارس مع عداء المراحل الدراسية اللي عندها امتحانات وانصر يا رب الأبطال النهاردة منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب كود ديفوار الساعة ستة مساء على ملعب جابومة ضمن منافسات الدور الستاشر لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون تفاصيل كتير عن هذه المباراة أكيد حنقشها النهاردة في الحلقة عندنا توقعات بالتشكيل عندنا أمال وطموحات عديدة نحطها على كتف الفريق والجهاز الفني وأظن حضرتكم كلكم اسماته محمد صلاح مبارح لا بقى أهلي ولا زمالك والموضوع وصل للعيبة ما بنشجعش نزل زمالكوية يقوله نزل زيزو والأهلوية يقوله نزل محمد شريف في منتخب مصر كلنا وقفين جنبه وفي ظهره وبنشجع الفرقة وبنشجع المدير الفني للفرقة سواء أنت مبسوط بطريقة لعبه ولا مش مبسوط بطريقة لعبه الراجل مش جاي هنا يضيع اسمه ولا يضيع تاريخه ولا لعبتنا بيضيعوا اسمهم ولا بيضيعوا تاريخهم أكيد الراجل جاي عايز يكسب وأكيد المنتخب عايز يكسب فخلينا وقفين بنساند الفرقة وبعيدا بقى عن أهلي وزمالك والجو ده بتهيق لي يعني إحنا كنا نسناه مش عارف إيه اللي رجعنا ليه تاني يعني وبقى يعني بصراحة يا جماعة شوفوا خامة الدوري المصري وخامة المنتخب وبعدين نتكلم دوري المصري دوري محلي عايزين نوصل بيه في الاستثمار في الرياضة ويبقى دوري تنفسي قوي لكن مش لدرجة ان احنا ندخل بقى الألوان والفرق في المنتخب اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا دول كان سيء للغاية فلا محمد صلاح خارج السرب وعشان هو بيلعب بره وما ينفعش نقوله ما كانش موفق في ماتش ولا ينفع نقول نزل فلان عشان خاطر ده أهلاوي ولا ينفع نزل علان عشان خاطر ده زمالكاوي الفرقة كلها فرقة واحدة وده اللي قاله صلاح مبارح واللي أكد عليه كارلوس كيروش المدير الفني فكلنا في ظهر الفرقة وان شاء الله بكرة في صباح الخير نحتفل سوا كده مع بعض ويكون المنتخبة جمانة مش عايزة أقول حق المفاجأة لأن عادي مصر فرقة تقيلة جدا جدا ولها تاريخ فهي ما تبقاش مفاجأة لو كسبنا كود ديفوار والله يحسن أنا زهقت من التنظير حقيقي زهقت من التنظير وزهقت من التحليل وزهقت يعني حسن نحن يجب أن نتفرج زي ما أنت قلت أنصر يا رب الأبطال يعني نشجع منتخبنا ونشجع الولاد اللي بيلعبتنا اللي بيلعبوا ويعني هم ده اللي محتاجين ودلوقتي التحليل والحاجات اللي بنا نطلع نعود نقولها على السوشيال ميديا يعني بجد مش هتفيدنا بأي شيء إيجابي هي لو هتؤثر فهي هتؤثر سلبا خلينا بس نقف وراء منتخبنا ونقول إن شاء الله يا رب يكسبوا وإن شاء الله نحتفل بكرة إن شاء الله في السباح الخير يا مصر بفوز منتخب المصري على كود ديفوار زي ما قولنا حضراتكم الماتش النهاردة الساعة 6 بالليل دعواتنا كلنا للمنتخب المصري بالفوز طيب لسا كم يموا حضراتكم في أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة مصر للطيران هتنظم رحلة لمدينة دوالة الكاميرونية لنقل 300 مشجع مصري لمؤذرة الفرعنة في مبارتهم المهمة النهاردة أمام منتخب كود ديفوار